حمية الكيتو نظام غزائي مبنى على تناول كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتيين والخضرة إلى جانب كمية صغيرة كثيرة من الكربوهايدريتز لدفع الجسم لحرق الدهون هالحمية عندها فوية تانية غير إنقاص الوزن فهي بتحمل عقل من تدهور وظائفه شي اللي بتسببه السمنة وأثبت الدراسات تانية قدرت حمية الكيتو على تحسين المزاج بشكل عام على المدى الطويل رغم الكسل يلي ممكن يحس فيه الشخص بأول يومين للحمية دراسات حديثة أكدت إنه الحمية ما بتسبب ارتفاع نسبة الدهون والكوليستيرول بالدم وما بتسبب مقاومة لعمل الأنسولين بس أعراضة جانبية تشمل تكون البحث بالكلا ونقص بعض الفيتامينات مثل بي والسي السداع وغيرها مين قال إنه هالحمية ممكن تسبب ضعف بالعظم عند الأطفال؟ أنا قال بشوفكم بكرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر